بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دلوقات هنشغل البروجيكت بتاعنا والسيرفر شغال طبعا والبيئة الافتراضية شغالة كله تمام خلينا نفتح نسخة تانية من فيجيال ستوديو كود علشان نعمل كنترول كي كنترول أو ونفتح الدزاين اللي احنا المفروض بناخد منه فدلوقتي عايزين نروح على الساين أب طيب زي ما قلتلك قبل كده وبقولك تاني بفكرك لما يكون الشغل جايلك من الفرونت اند فوق الناف بار وتحت الفوتر او شغلك فوق ايا كان فيه طوب بار فيه ناف بار في اي حاجة وايا كان اللي تحت الحاجات السابتة دي ما بتاخدهاش طبعا لان خلاص حطناها في البيز دو اتش تيمال هنا هقفل المحتوى ده لكن المحتوى اللي انا عايزه اللي هو في الساين أب هاخده كابي تمام وهجيب البروجيكت تمام هروح على التيمبلتس تيمبلتس جواه اكاونتس تمام كليك يمين على الاكاونت واقوله ايه نيو فايل جوا الاكاونتس هنسميه ساين أب دوت اتش تيميل اوكي هنا طبعا في البداية هعمل اكستينز لإيه لملف الباز دوت اتش تيميل ده كابي داية ماشي وعندنا الااا الكنتينت بلوك تمام فهنقوله هنعمل بلوك ده هو الكنتينت كونتينت عشان متوافق متوافق مع الباز دوت اتش تيميل وهنا تمام هنعمل اند لهذا الايه لهذا البلوك اند بلوك ماشي هنا يتحط الايه المحتوى باست وهنعمل سيف ده كده التيمبلت طيب عملنا خلاص التيمبلت بتاع او الاتش تيميل بتاع السين اوب جوة التيمبلت نروح على الفيو في التطبيق طبعا انت كده كده اعمل ايه كولابس لكله عشان تبقى شايف كل حاجة قدامك تجي تبص بقى هادي الاكاونت اهو لوحده ماشي هروح على الفيوز بتاعته تمام وهاجي هنا هعمل دف سين اوب ماشي اوكي هنا هعمل ريتيرن لمين الرندر تمام هنا هبعط له الريكوست اوكي وهنا على الاكاونت سلاش ساين up dot html ده التمبلة اللي انت ايه هتشتغل عليه حل اه دي الفيو خلاص خلصنا من الفيو اه هتروح بعد كده على الداخلي بتاعه التطبيق يجي هنا هتزود لي بص حلو كده وهدي القسيم بتويل كومة قبل ما ننسى هنا هيدخل عليها بساين up هيجيب من الفيو dot sign up والنame equal sign up تمام ودي ايه save غزينا ال url وقبل ايه عملنا الفيو وقبل منهم عملنا التمبلة صح طيب لو جينا هنا وجينا نجرب عملنا سلاش accounts بعد كده سلاش بعد كده sign up ودسنا على enter هنلاقي قدامنا بفضل الله الشغل كله قدامنا هو nav bar زي الفول بشافة في يوتيوب كل حاجة ما نجعه به وتحت الفوتر برضه ما نجعه به وطبعا اللي احنا ركزنا عليه اللي هو ايه الصين up او الفورم الخاصة بالصين up المفروض يعني بعد كده انه هو هيملأ البيانات دي وهيعمل sign up علشان ينشئ حساب الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدف ويعلمك اكثر ويتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر